بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي أنطونيو جوتيرا الشلمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية وكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لإنهاء تطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة وضمان حماية أرواح المدنيين كافة كما أكد سموه أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لهم على نحو آمن ومستدام وثمن سموه جهود معالي أنطونيو جوتيرا الشوافادة بأن دولة الإمارات ستقدم مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية وذلك بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي